السلام عليكم ما فيش شك ان الاحداث اللي بتحصل حوالينا مؤسفة جدا ومحبطة وسريعة ومتطورة ومحدش عارف هي ممكن توصل لإيه فيش شك ان كلنا زعلنين محبطين حاسين بالذل والمهانة وقول زي ما انت عايز لكن السؤال المهم هنا من وجهة نظري ماذا لو فتح باب للجهاد آمن بكرة احنا هنعمل ايه السؤال ده لازم يكون عندنا ليه إجابة ليه لان احنا مش متعودين على الجهاد لا في ثقافتنا ولا في حياتنا الجهاد ده حاجة جديدة بالنسبة لنا وعلشان ناخد قرار زي ده لازم نتخيل ايه اللي ممكن يحصل لو خبر زي ده طلعه مثلا اول حاجة مين اللي هيحارب القرار ده قنوات التلفزيون مثلا هيقولوا على صاحب الخبر ده ايه هل هو مجاهد هل هو ارهابي هل هو متطرف ويبتدي يلعب في المغنى هل الناس دي على صح الناس دي على حق ولا على باطل هل اروح معاهم ولا استنى احسن وده بجانب طبعا الناس اللي حوالينا اللي هتكون مؤيدة للكلام ده تاني حاجة شغلك هعمل ايه في الشغل اسيب الشغل الشغل اللي معايا هعمل في ايه مرتبي هل هسيب الشغل اللي معايا ولا هسيب الشغل فجأة وامشي هستنى فترة ما بعد الاستقالة اللي هيبتبع عادة شهر ولا هعمل ايه تالت حاجة الاهل الزوجة الابناء اب ام اخوات وكل من نعول هنعمل فيهم ايه هيعيشوا ازاي من بعدي مين اللي هيصرف عليهم مين اللي هياخد باله منهم مين اللي هيعمل لهم طلباتهم هعمل فيهم ايه هسيبهم كده وامشي رابع حاجة صحيتي هل صحيتي الحالية تساعدني على الجهاد ولا لا هل انا اترجري هل اقدر ادخل في اشتباك هل اقدر امسك سلاح هل اقدر اقاتل هل صحيتي الحالية بتساعدني على حاجة زي كده طيب ايه المطلوب مننا انا دايما بقول فكر في الحاجات اللي انت تقدر تعملها على قد امكانياتك انت مش مطلوب منك تغير العالم ولا مطلوب منك تنتقد اللي ما بيعملش حاجة فكر في نفسك وبس تاني حاجة فكر في الاسئلة دي كلها اقعد مع نفسك وفكر ازاي استعد دينيا بدنيا ذهنيا نفسيا لو خبر زي ده طلعوا ربنا بيقول في سورة التوبة سورة التوبة مهمة جدا دلوقتي لان هي بتتكلم عن المنافقين بخاطب النبي عليه الصلاة وسلم بيقول لما المنافقين قولوا علشان يقدموا الاعذار علشان ما يطلعوش حرب معا عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وهنا الشاهد ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عد ولكن كره الله من بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين احبطهم ما خلهم شي يطلعوا وقيل اقعدوا مع القاعدين القاعدين اللي هم مين النساء الأطفال العجزة أصحاب المرض اللي عايز يعمل حاجة حيجهز لها وهو ده الشاهد لو انت فعلا عايز تعمل حاجة هتستعد لها وفي النهاية حاليا لا نقول الا كما قال سحرة فرعون ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين شوفكم على خير سلام